اشتركوا في القناة ورجعت من الفلوس وان شاء الله من حسن الى احسن عقبلا ما نشوف الفرح حقكم اللي في الدائر الشمالي ستوري اليوم بيكون للجميع كنت ممكن اني اخصصها للمنتسبين ولكن بما انه في نسبة كبيرة من المتابعين او المشتركين زباين للشركة اللي بتكلم عنها اليوم او الشركات اللي بتكلم عنها اليوم خليت الستوري للجميع لو فكر واحد فيكم انه يشتري واحدة من افضل الشركات اذا ما كانت الافضل حاليا من ناحية السيارات الكلاسيك واللي ما فيها تعقيدات كبيرة ولا زالت اسعارها الى حد ما مقبولة في بعض السيارات لو احد فكر اليوم انه يشتري مثلا دوج شارجر او شالنجر او دورانجو او بغى يشتري الرام او بغى يشتري الجيب الرانجلر ولا جرانش روكي ولا الفروميو ولا فيات فرح يقول ابروح المتحدة متأكد الثاني بيقول لا لا رح بترومين طيب تدرون او تدري انك لو رحت للاثنين يمكن ما يخدمونك ويمكن يسكوا الباب بوجهك تخيل طيب احنا قبل فترة سووا تغطية اعلامية كبيرة واصطدفوا جميع سلاحة في النينجا في حفل توقيع العقد مع الشركة الام مع بترومين السعودية اللي رح تمسك الجيب والرانجلر وكل البرانج اللي تحت الاعلامة هذه حفل كبير واكبر صالة في المدري وين طيب اوكي الكلام هذا قبل كام شهر الآن لو بتروح اي واحد فيهم مثلا لو تروح لصالة لو تروح في الرياض مثلا بترومين ما هو فاتح الا نيسان طيب لو تروح المتحدة يقولك والله ما خلاص عنا على وشك اننا نقفت طيب ابا اشتري سيارة ما في الا الموجود هذا ما عندنا لا سيارة وحدة واذا باعت هذه خلاص ما عاد فيه رح شوف بترومين بترومين ما فيه تروح لهم في الشرقية تلقى الصالة مفتوحة بس مسكرة ليش لسه ما فتحنا طيب ما لكم في الطويلة شهرين معاهم على الرقم المجاني حقهم وسجلت بياناتي انا مهتم في السيارة الفلانية خلاص نح نتواصل معك الى اليوم من شهرين بترومين ما دقوا طيب مريتهم في الشرقية لقيت الصالة ماشاء الله مفتوحة فيها سيارات اول ما وصلت الباب ويهجم علي السيكوريتي اش عندك وش اللي اش عندي انا اخبر هذي زمان وش عندك سلامتك ابي الم السيارة اللي داخل مش بسوينا بدخل من الشروم ممنوع في موظفين وفي سيارات قال لا لسه ما فتحنا قلت وش اللي ما فتحته يعني حين الساعة تقريبا سبع المغرب يعني وش اللي لسه ما فتحته صباح قال لا لسه الشركة ما فتحت المهم قلت ما يخالف خلنا اتكلم من الريسيبشن اول ما وصلت قال والله ما علي الشهر حبيب حلنا الى الان ما فتحنا قلت وش كاعد تسومون قال لسه الى الان ما فتحنا طيما تفتحون والله ما ندري يعني انا ممكن اعذر المتحدة خلاص وكالة خسرانة خسرت بتكفل انت يا بترومين لما تجي وتوقع اتفاقية وتعزم خلق الله وتسوي كل البروباقندا هذي ولما نجي لك الزبون ما يلاقيك مشكلة يا اخي ساووا على قولتهم خطة الانتقال او خطة انتقالية من الوكيل القديم الى الوكيل الجديد يعني في عدة امور يعني الف باء على اقل اتفق معه مثل قل والله باء اخذ الصلاة حقتك قل له مثلا ابا ورد سيارات عندك لما انا اجهز الورش السيارات حقتي نزلها في صلاة نيسان حط جز نيسان وجز جيب ورانجلر ودوج وسيارات هذي لما انك تفتح صلاة لكن انت توقع اتفاقيات وتخلص مدري وش وبعدين تروح تاخذ ارض وتبني وتجهز سلامات يعني باختصار ووضع جيب ودوج وكرايزلر وفيات والفا روميو في السعودية للأسف سيء جدا لنت مع الوكيل القديم ولنت مع الوكيل الجديد لا وفيه بعض الشباب اللي يتواصلوا معاي يقول تخيل في بعض السيرات في جدة موجودة عند الوكيل الجديد وتخيل اغلى من المتحدة يعني الان العالم قاعد يصيحون ان المتحدة غالية واوا جانا بترومين الحين وحط اسعار اغلى نفس المواصفات واسعار اغلى طيب وش استفدنا يعني علشان نكتبوا تكون جديد في السوق بترومين ما هي جديدة في السوق ما شاء الله عندها نيسان ونيسان مبيعاتها جيدة الى حد ما بالرغم اني انا ارى ان الدوج والشركات هذه افضل انها تكون مع بترومين من المتحدة طبعا ما ننسى الرام علشان ما يزعون علينا عشاق الرام فيا بترومين شف من الصلاة حقيقة الموجودة ما شاء الله نيسان منتشرة في الرياض وفي الشرقية وفي كل المناطق انتشار رهيب حض بيعين ثلاثة سيارتين ثلاثة مع النيسان من الدوج والسيارات الثانية الامريكية على اقل للزبون اللي يعشق العنمات هذه انه يشوفها وبالعكس بتكون لك تسويق عميل النيسان خليه يشوف فيه دوج وشغلات هذه وخل عميل الدوج والكرايزلر والجيب والشغلات هذه يشوف ان فيه علامة ثانية اسمها نيسان فبيصير عندك انت ضربت عصفورين بحجر وصلت جميع العملاء بدل ما ان العالم قاعد تنتظر انك تفتح صالات وورش جديدة فأتمنى ان الرسالة هذه توصل البترومين قبل ما قفل عشان ما حد يفهم الكلام غلط من أحلى وأجمل وأمتع السيارات الأمريكية والأوروبية موجودة عند نيسان عند بترومين عفوا انطبط نيسان في بترومين وبترومين في نيسان عندك الدوج الكرايزلر الجيب الفيات الألفا روميو سيارات كل وحدة أحلم الثانية محركات الستة سيندر ممتازة الثمانية سيندر ممتازة السوبر تشارج ما شاء الله تبارك الله حتى سياراتهم التيربو الجديدة ما شاء الله قوية وتكنولوجيا ممتازة ومرتبة وسيارات عملية سيارات فعلا حقة كرف وصيانتها معقولة ترى ما احد يتخيل ان صيانة الدوج والكرايزلر والكرايزلر والفيات والألفا روم صيانتها معقولة جدا اذا بيقارن في السيارات الغالية الثانية طبعا ما اتكلم عن الاس ار تيز والسوبر تشارج والاشياء هذه فيعني باختصار ستوري اليوم عن وضع الشركة او وضع الوكيل في السعودية وليس وضع العلامة او البراند او السيارات في ملاحظات في ملاحظات في تجارب مع الشركة هذه في تجارب او صار معي انا تجربة شخصية هذه ان شاء الله اللي راح اشيرها مع المنتسبين اني فعلا كنت ناوي اني اشتري من عندهم سيارة او دخلت معهم في جدال طويل عريض وهذه بخليها ان شاء الله للمنتسبين فستوري اليوم عن وضع الشركة في السعودية ليش وضع دوج وكرايزلر وفيات والفا روميو ورام وجيب ليش وضعهم سيء لانه للأسف التخطيط من الوكيل الجديد للأسف انه ما هو من عشاق السيارات هذه في السوق السعودي اللي يعتبر أكبر السوق ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر